جزء من الحياة وهيديهم طاقة وهيديهم مجال يفتحوا أصلاً يبقى ليهم روح للمذاكرة يعني متعيال الرياضة أهم حاجة بتهجي النفس وتبقى كويسة للطلبة يعني الرياضة مهمة جداً جداً وبعدين في نفس الوقت في نفس الوقت الدراسة الدراسة الوحديها بدون رياضة ما تكملش الرياضة فرع من فروع التربية العامة يعني إزاي إزاي تقلق مواطن سوي فهو هو الرياضة هي اللي تقلق المواطن سنوبيما فيها أهلاً بيكم مرة تانية أرجع أفكركم بالسؤال اللي حسأله واللي قلته قبل الفاصل إن كتير مننا كتير من الأهالي يعني فاكرين إن لما نسيب لولادنا الوقت أو الحرين يبقى عندهم موهبة عندهم لعبة رياضية مهتمين بيها إن دا لأ دا دا إذا حييجي على حساب المستوى أو التفوق الدراسي بتاعه والعلم والتحصيل العلم أنت قلت لي قبل التسجيل أنا عايزة أتكلم في القصة دي القصة دي مهمة جداً لأن أنا رأي مختلف بالضبط هو يعني أنا الرسالة اللي عاوزها توصل ويتطمنوا الأهالي لها إنه لا تعارض بين التفوق العلمي والتفوق الرياضي بالعكس إن أحسن التنصيق بينهم هيخدمه زي ما قلت على بعض تماماً يعني ممكن أنا بذاكر ثلاث ساعات وبعدين أضبط نفسي في نهاية الثلاث ساعات معادي التمرين التمرين دا يعني أنا هخرج من البيت هغير جوه هغير مكان هروح هنشط الدورة الدموية وهرجع في رشة أكتر لكن ما ينفعش مثلاً بعد ما خلص ساعات الراحة قدام تلفزيون بتاعت المذاكرة أروح أعمل التمرين يبقى أنا كده ضيعت وقت كتير في النص فلو يخدموا على بعض صح هتبقى جميلة بالتنظيم كله بالتنظيم مسئلة إدارة وقت بالذرط أحياناً طبعاً بيبقى في فترات قليلة خالص بيبقى فيها فترات اختناق وقت انتحانات أو وقت البطولة بنيجي على حساب حاجة الفترة بسيطة لكن مش هي دي الحالة العامة يعني أو بنيبقى مزنوئين في الوقت الفترة لكن مش هي الحالة العامة لكن الحقيقة مهمة يعني أهلين فعلاً لما قالوا العقل السليم في الجسم السليم مكانش كلامه بس حقيقي فعلاً دي حقيقة سليم ماريا انت اللي بدأت الحوار على فكرة انا قطعتك علشان انت لقيتك بتتكلم في موضوع فعلا مهم جدا انا ممكن كنت عايزة بدأ بيه فاسمع رأيك لا هو موسوطا بابا وماما عودوني على كده وموسوطا هم متقابلين الفكرة اللي فيها بقى ومعات انا شفتهم كان مثلا زمايلي معي في تمرين انا بدأ المنا في قولة ابتدائي فكان فيه ناس معي خرجت في النص من التمرين ما كملتش وسبب ليه لا انا لازم ابقى فاضي للمذاكرة بقى عشان مذاكرة وامتحانات والسنوية فهو ده مش معارض مع ده بالعكس ده ده بيخد ده مع ده زي موامنا وفي نقطة كمان يعني ده بيساعدني ان انا اكون رفرش اكتر يعني مسلا اصحابي لبلائي في فرم بيني وبينهم انهم مسلا بعد فترة من المذاكرة بيلانا في صومة خنو مش قادر اكمل انا زيئت لكن انا عشان كل يوم قريدي انا بعمل رفرش الناسي فانا مواصلة الاثنين مع بعض ومزهقانا من حاجة انا مبسوطة بلعكس بس هو ده كان يمكن صعب طبعا شوية لما دخلت المدرسة داخلي لانه كان مش مسموح ان انا ان انا اخرج اصنق من المدرسة فعملوا تصريح مخصوص وكان بقوا جابوا بابا وماما وحصلوا مسكلا بس مسموح لي بعد كده انا اخرج كل يوم يعني المدرسة بس فوقت التمرين بس يعني ليه معاد معاين اخرج وارجع فيه قبل المعدة عشان اعمل التمرين وكانت ممكن كمان قبلت التحدي كمان مسلا اومد خد المدرسة قالوا لي المدرسة بتعتمد على البروجيكت فاحنا كل يوم فيه تايم معين بنشتغل فيه جروب وورك اللي هو البروجيكت فقالوا لي انتي مستحيلة تعرفي توفاية ما بين تايم المدرسة الصبح عشان من خلص متأخر وكان بعد كده يكون عندنا قورس وبعد كده فيه تايم البروجيكت وتوفاية ما بين التمرين كان ومزهد بس أنا احتراف عمد عشان فة فهي المدرسة لما دخلته قلت الي انتي مستحيلة تعرفك وتوفايةك أنا بقوله كواتلي «عايز تجربي بازم مبةه براحتك» بس أنا أجربت من أعلم دخلته لحد الوقت أنا مكملة يعني أنا بقي ليه سنتين مش أول أسبوع أنا بقي ليه سنتين مكملة يعني أنت مقضية يوم كلاس يعني أنت بتلهاسي طول اليوم تجري شوية وأكيد أنا بتعب بس أنا جانيت سمارده انت شايفة كذا أوه ورادية عن أوه أنا بسوطة أبدأ أنا بسوطة أنا مميزة أبدأ دي حاجة حلو التميز هنا ميزة واللعاب لما نيجي نتحدث على الحياة الشخصية والاجتماعية وأصحابك وتعاملاتك مع أصحابك هنا لما أصحابك تحسوا أن أنت مختلفة شوية والوقت له وقيمة عندك وكل حاجة ليها حسابتها عندك بيقرب ولا بيبعد؟ هي في ناس بتقدر ده اللي هم أصحابي بجد بيقدروا ده لكن في ناس اللي يمكن أن أكتبهم قوية قوي يعني ممكن بيشوفهم دي مثلا أبوارة أو إنه في ناس شايفة ده ملوش لازمة نشغل بنفسي ده كل ده ليه بس أنا شايفة دي حاجة حلوة لأن أنا ببني شخصيتي بدا ففي ناس بتساعدني وفي ناس لا أيني بس أنا مبسوطة بصحابي لهم بيساعدوني بدا هم دول أصحاب الحقيقيين ده صحبت أهو طفلي أنا عارفة أن أنت برضو بتلعب بالسباحة تقريبا مش كده؟ كنت بتضرب بلكده السباحة وكرة قدم بس أنا دلوقتي بتضرب ألعبك هو برضو جاري ألعبك هو برضو جاري إنت حلمك إيه البكرة؟ أنت عايز برضو نفس الحلم التفوق العلمي وتبقى تفوق رياضي معاه ولا حلمك مختلف؟ طبعا أنا عاوز برضو أوفق بين الرياضة والدراسة عشان برضو الاتنين يخدموا على بعض بدل ما يعطلوا بعض فلما أقدر أوفق بينهم برضو يعني ده هيساعدني أكتر وهيبني برضو شخصتي ويضعي فيني جدا في المستقبل ده يعني عندك النية أنت مش عايز المستقبل العادي الوظيفة العادية بتاعت أي شاب لا أنت عايز تبقى متميز إن شاء الله حتكون طول ما أنت عندك أخت وأب وأم كده ده أنا متأكدة حتكون ممكن أرجع على ماريا تاني في قصة كبيرة جدا ما تكلمناش فيها أصلا لسه المشروع تعرفين المشاهدين هي فيه مسابقة اسمها دي مسابقة على المستوى العلم دي أكبر مسابقة المشاريع العلمية دي بتكون معمولة للهي سكول ستودنس اللي هم أي طالبة في مدرسة فمن حقهم يشترك في المشابقة دي فأنا كنت اشتركت فيها أنا معي زملتي سماح من المدرسة سماح أيمن كنا اشتركنا خدنا مشروع من المدرسة وطورنا عليه شوية وبعد كده استركنا في المسابقة كنا داخلين هي المسابقة تكون متأسمة على حسب الفيلز اللي احنا بندخل فيها أو طبع المشروع فيها فأنا كان الكاتجوري بتاعي كان اسمه هي علوم الأرض والبيئة فأحنا كنا خلنا مركز خلنا مركز أول على مستوى الكاتجوري بتاعنا هنا في مصر وبعد كده سفرنا في التيم المصريين مصر برا هي المسابقة يعني ثلاث مراحل محل تمهيدي الأول وبعد كده محلي وبعد كده جمهوري إنتهت مراحل دول في مصر وبعد كده بره هي آخر مرحلة خالص هي كل الدور بتطلع على الناس المتصفية من عندها فإحنا كنا طالعين طبعا تتين هنا وأخدنا بره الحمد للعيني مركز رابع على مستوى العالم في الكاتجوري ده الله عليك هنا في مساعدة بقى إيه في ممكن مساعدة منكو يعني أنا عارفة أن أنت مدير توكيد الجودة بإحدى الشركات توكيد الجودة دي يعني أنت مش بس الجودة لا ده تأكدها تأكد الجودة يعني الموضوع قبل ما يبوز إحنا أنت بتلحقيه وبتعمله سيانة وبتتأكدها من جودته أكيد شغلك فارق طبعا هو أنا يعني دايما بقول الأولاد أو هم تعودوا أن أنا بعمل بلان للنفسي بعمل خطة بكتب فيها كل تاسكز اللي أنا مفروض أن أنا عاملها كل الديواتز اللي أنا أقوم بها بحط لها أولويات إيه المفروض أعمله قبل إيه ما هو دي مهمة جدا في تنسيق الوقت لأن إحنا كده عايز أعمل كذا حاجة لها قيمة وفي نفس الوقت عايز أعملهم بجودة حلوة فأنا عايز أعمل صحيب أنا هكتب همسك ورقة هكتب فيها أولوياتي مين قبل إيه كل حاجة تحتاج وقت مني قد إيه هتدي لها رنج كده وهاجي في آخر اليوم ده كده ده يوميا واجي في آخر اليوم أبتدي أعمل كده يمكن هي مريا تعودت تعمل كده وبقت تعمله في نوت صغيرة بفلي ابتديت أعمله كده مش في نوت صغيرة على باب القضاء بتاعتبها حاطين كده زي فايل كده ونكتب فيه اليوم بتاعنا النهاردة ومقسمين وساعت هعمل إيه ساعة كذا وهعمل إيه ساعة كذا كان قال لي في الأول أنا مش عارف ألتزم به قوي بيطلع مني إن فيه حاجات فاتت فيه حاجات طولهم علش أنا بحط الجدول عشان أعمل حدود لنفسي أي وعرف أولا ويتمش أنا يجيني تليفون وأنا أحط الجدول بفلي أنزل ألعب معي شوية دلوقتي يقوم نازل بواسط الجدول لأنا هلعب بس هلعب في التوقيت بتاع اللعب مش هلعب في التوقيت اللي أنا أحطه لحاجة تاني هعمل تليفونات أنت أنا هعمل تليفونات في التوقيت بتاع التليفونات مش في التوقيت بتاع اللعب فمرة قال لي أبرطي ويلتوله بص حبيبي اللعب مهم جدا المذاكرة مهمة جدا والأكل مهم جدا نفعش أزاكر واكل وما لعبش نفعش ألعب واكل وما ذاكر زي وانا جعان أو الجسم جعان ومفهوش صحة الموقع هشتغل ازاي طويس ازاي حقدر العب رياضة ازاي ما قلنا تاني التعبير بتاع بيخدم على بعض كان بيسأل على الاساس فاكل اننا جزء المفهوض ممكن اجنبه عشان اوفر بي وقت لا كمان مهم جدا ان انت انت اللي رفض ان هو لا جزء اللعب والترفيب انه ما يسيبوش هو عايز يسيبوه انت لا هو عايز يشوف انا المفهوض يسيبو ولا ايه لا لا ده في منتجه الاهمية في منتجه الاهمية ان انا سمعهم كويس يعني الانصاط الجايد ده شيء كويس جدا هما بيطلعوا اللي عندهم فاحنا بنقدر ايه اللي هما بيهتموا بيه فتقدر يتركزي عليه كمان انا بحط بلان حالية وبلان مستقبلية انا عايزة بقي مرايكة تعمل ايه بقى اقول لها انت نفسك هيقلت كلمة كويسة قوي اللي انا مسدعه عن نفسي هقدر اعمله فيه ما كله بتقول الانسان كما يعتقد في نفسه انا مليش دعوة بالاخرين بيقولوا علي ايه الا طبعا لو فيه مواقف سلبية بتصدر مني انا مهد اخد بالي وعبدلها ايه لكن سي انا ليه تفكير ليه هدف خليني مركز في الهدف احيانا اثناء ما انا ماشي ناحية الهدف بتاعي حد يقول لي مش هتقداري حد يقول لي مش هينفع حد يقول لي لأ في عوائق حد يقول لي كاذا لا لا انا مليش دعوة بالكلام ده انا بدرس الموضوع كويس بسأل ناس على خبرة ودراية باللي انا عايزه يعني هي سألت ناس عندهم خبرة ودراية في الحاجة اللي انا عايزة انا مش عملي مش بس انا عايز ايه انا مش عملي بانا هسأل الناس عندها خبرة فقلت لها بصي حبيبتي شوف انت عايزة تبي ايه واكتبي او ارسمي وعلى ايه قدامك هي بتعمل كده فوضتها سي مثلا في ثالث عدد انا عايزة اجيب الدرجة الفلانية كم في المية نفسي اجيب كم في المية طلعي احطيها قدامك ودايما بصي عليها هتجي بيها ايه دايما انت هتمشي مش هتخلي حاجة تشتتك عايزة اعملي في الرياضة عايزة اوصل لقي ففعلا اهم حاجة تخلص كمان من الاشخاص السلبيين اليوم تأثير محبط على الواحد التأثير السلبي مهم قوي ان انا اعتقد الشيء واحلي نفسي بالروح الايجابية وما سمعش الحد انه يحبتني انه يقصر من عزمتي وانت عارف ان دول بيبقوا متوفرين جدا وقصوا في السن ده اه كان في يعني كان في موقف انا حكيت دول حديك تحت ان في بناتك كانت ممكن تقول لها اللي انت بتعملي ده في الاخر انت بتتعبي مش تاخدي حاجة او احنا ممكن بالغش ان ناخد ده يعني يعني قبري دماغ وانا كلنا حنوصل لنفس النتيجة فمتعبيش نفسك زيادة عن اللزوم الغش حيخلينا كلنا في مستوى واحد تمام في الاخر انا قلت لها ابو سي امانتك مش اللي بيكافئك عليها نيس اللي بيكافئك عليها ربنا وبيديك عشر اضعاف امانتك لانك انت انسانة امينة ف وده نفس الكلام طبعا لبافلي يعني دايما قلت لهم ارسموا اللي انتو عايزينه لمستقبلكم وحطوه قدامكم الحاجات كمان مش الناس السلبية بس هي اللي ممكن تأثر عليها المواقف السلبية شو رأي حد مننا ممكن يقع في مواقف سلبية بل ممكن يحبط احيانا يعني ممكن انا بجرب في حاجة ومنجحش فيها ده مش معنانا انا فيشل ايه ده معنانا انا بده وانا بجرب انا ناجح فاشل امتى يوم ما قف بده وانا وقفتي بقنا فيشل جملة دي استاذ هاني افشل يوم ما اقف ابطل احلم ابطل اتحرك ابطل محاولة حد هو ده يبقى انا كده في حاجة خطر في حاجة غلط في الموضوع بالزبط هو يعني الانسان يعني برغم ان احنا نعرف عن انفسنا حاجات كتير الا ما زلنا نجح الحاجات يمكن اكتر ولذلك عمله علم مخصوصا مو علم النفس يعني عشان نفهم نفسنا اكتر فبمقدار ما يفهم الانسان نفسه اكتر وامكانياته الكام نجواه هو ده هيبقى سبب يساعده على النجاح لكن احساسه بانه غير قادر ده الواحد ده هو حط كارسة لتحركه يعني انه هو غير قادر وهيقنع نفسه بكده فده الواحده مشكلة جديرة انا بعتقدة على فكرة استاذ هاني المايسترو بتاع العيل المايسترو انت بتشاور يمكن كده من بعيد لكن انا عارف انك بتعمل مجبوط كمان مش بس بتنظم يعني احنا كلنا متعاونين يعني كان المايسترو مسموح له يخسل اطباق انا بخش اخسل اطباق يعني سمعت في المعبض تقولها تاني بالتفصيل الموضوع ده لا يعني اصد اقول احنا كلنا بنشتاء مهم جدا ان احنا نعرف مهارات بعضينا كلنا يعني ممكن واحد يكون قديل ومثلا يقولك انا 20 سنة خبرة في الحتة دي لا هي سنة واحدة متكررة 20 مر يعني في فرق لكن ان يعرف في دي وفي دي وفي دي وفي دي ده شيء مهم دي فيه اضافات دي يعني ان تبقى زوجتي مثلا بتشتغل وبعد الظهر عندها دراسة او دراسات عليا واتفقت معايا اوكي وقلت لها اوكي هتشيل هاشيل يعني هنا احتي الموقف خصوصية اكتر هو فعلا زوجته كان عندها دراسات خاصة بيها دراسات عليا وانت اللي شلت السنتين طبعا اه احنا مش نتكلم على يوم ولا اتنين نتكلم على السنتين شلت البيت بكله بقى غاسيل معاين بتعمل كل التفاصيل اكله وسيل معاين بس باتفاق يعني قبل ما نتحرك زي ما قالت حطنا بلان يعني عندك مانع قلت لها لا يلا شد حيلك روحي خلاصي شغرك تطلع على محاضراتك تيجي بالليل كانوا الولاد صغيرين كنت لازم انا اللي اخش اعمل الاكل انا اللي اخش بالزبط اخسل الحاجة واتعلمت بقيت يعني اعمل بنافسها في الاكل دلوقتي يعني كمان دلوقتي اكيد يعني سنتين اعمل اكل بعد مثلا سنة ونص بواسط اكل في اخر ستة شهر بقام زيل فل كنت بتقول لي جملة ان انتوا معاودين ماريا عمرها ما تنزل لوحدها انتوا معا في كل مكان انتوا بتوصلوا تقول لي كان احساس مختلف تماما واحساس بالنجاح والفرحة ان ماريا راحت امريكا اللي واحدها سفرت بالزبط يعني هي لحد تاريخنا مثلا هتروح كنيسة هتروح نادي احنا يا مامت هتوصلها يا انا وصلها احنا مش فاضيين حد بعربية يروح من الناس اللي نعرفهم يجبها ويوديها لكنها بقت يعني وده على بعد كيلو من البيت لكن تروح امريكا لوحدها طبعا ده كان يعني شيء اه في الظبط يعني ايه التجربة دي ماريا بالنسبالك يعني من بنت معتمدة تماما على ماما وبابا وهم اللي بيودوا يجيبوا لمرة واحدة امريكا والا هو كان ومتابقة دولية هي كانت تجربة حلوة جدا يعني هو البابا بيقوله بصراحة كان صحي يعني انا ماما مثلا كنت وانا بركة بص المدرسة كنت قاعدة في كتير بص عشان يعني حتى كنت بترفض ان انا عادي الشارع لقدام البيت كانت لازم انزل عند راسيه في البيت بالزبط لكن بعد كده مرحلة بعديها شوية مثلا بلما بدخلت المدرسة كنا بنحتاج ان احنا عشان المشروع ان انا اخرج نخرج انا وزميلي مثلا نروح للجامعة او كده كنا متعاود ان احنا بنستشير ده كترة او في الحاجات المشروع احنا بنعملها فكان الاول دمر فوت شوية بعد كده بده ايوافق على حاجات زي كده وبعد كده بدأت مثلا ان انا اشترك في مسابقة دي مسابقة دي الجمهوري بتاعها كان المحالي بتاعها كان في دومياط والجمهوري كان في اسكندرية فلما بقول لبابا بابا انا رايحة بكرة او بعد بكرة دومياط محتاج روحة للمسابقة طبعا كان هو قرار تتسافي لوحدك انتي وزميلتك بس فالهو ما كانش بالسهل بس اللي هو بابا اماما كان لهم مش بيرفضوا تماما بس لو انا اقنعهم هما يكنعوني ونوصل لحال الوسط ده كان حاجة حلو دس فهكذا تروح دومياط بعد كده الجمهوري بتاع المسابقة نفسه كان في اسكندرية بعدين بلا ما اخدت المركز هناك اول وبعدين قالوا لي هكون في التيم اللي هيسافر امريكا وبعدين بقول بابا هم رايحة امريكا فكان حاجة حلوة يعني وخبر وكا طب ومناسبة حروح امريكا لو جاتلك فرصة السفر بالوقت انت عارف دايما هما بيحبوا ياخدوا المتفوقين اللي عندنا من الشباب هتسافري هتوافق ان انت تهاجري ولا تستفري بس مؤقت ولا ايه وضعك ايه حيكون رد فعلي لا اهو انا مش احب ان انا هاجر بس احب ان انا ممكن اخد خبرة من هناك ان انا ادرس لكن مش احب ان انا هاجر لكن احب بعض في مصر انت صريحة يعني انت مش هترفضي فكرة ان انت تروحي تدرسي تستفيدي خبرة وترجعي تاني تدي بقى خبرتك دي البلدك ولا اه لكن لا مش احب ان انا يعني انا بحب المصرعين لما روحت ورجعت انا مرسوطة هنا اكتر من الحاجات اللي بنتكلم فيها لو كلمنا عن اهمية التربية هنا والنتيجة اللي احنا شايفينها دي مش موهبة على قد ما هي توجيه واهتمام وتربية من الاب والام وبيت وجو وبيئة متاحة اديت لهم جو الابداع هنا كمان اللي انا لاحظته وده انا عايز يعني اسمع تعليقه انتو الاثنين علاقة باظلي بماريا علاقة جميلة علاقة فيها تكاتف وتشجيع مش علاقة تنافسية واهلا بالتنافس لو وحي يؤدي لنتيجة ايجابية التنافس الايجابي حلو بس كنت عايزة برضو اتكلم هنا عن اهمية تربيتك في زرع الصفة انا بصراحة اشكر ربنا يعني ان الاثنين حنينين جدا حنينين على بعض ويهمهم امر بعض الموضوع ما فيش تنافس خالص بل فيه تشجيع يعني عايزة اقول لحظة ان ماريا بتشجع باظلي اقول لنا هقول لك ايه العواقق اللي وقفت قدامي عشان متوقفش قدامك عشان انت واخد رأيه زي ما انت عايز لو فيه حاجة انت محتاج لها نفس القصة لو ماريا بتمتحن رياضة في الرياضة بتاعتها وعلى لعب القوة بافلي بيوقف يشجعها وبيبقى صوته عالي يعني بيشجع افتكري هو صغير مش عارف يقول مثلا خليكي جامد يا ماريا او اجري بسرعة كان لها كوني حلوة يا ماريا لفظ صغير كله على عده كوني حلوة يا ماريا فسي مثلا وفت قدامي حاجة وعف مشكلة او مددى حاجة محتارة فيها في المذاكرة يقول لها طب يلا مثلا هتكلم معيكي او ممكن نصلي مع بعض او حاجة اللي هما يعني ايه عشان تهدأ عشان تريد تاخد قرارها ادي فرصة تاني يعني يهتموا بامر بعض هو معايا مثلا مادة وفت قدامه في حاجة وانا مش موجودة وباباها مش موجود فتقوله طب يا بافلي انا ممكن اقولك بس طبعا ان هي في مدرستها كلام ده مثلا لو جات في الويك اند فممكن تشرح له حاجة حاجة او حاجة هو قدامه انا بها نيكي طبعا الحمد لله وربنا يهديهم على نتيجة المشرفة وجبت لنا بطلة ومتالي مشاهدي لما سمعوا التفاصيل ده جير ان عندها لغات احنا ما تكلمناش مثلا على الالماني اللي بتدرسه والانجليزي والصيني اللي تعلمنته في فترة من الفترات وبقى عندها الاساس بتاعه ما تكلمناش عن حاجات كتير بطلة رياضية ومتفوقة علمين عندها مشروع تثبت فيه جائزة دولية قصة المحبة اللي بينهم وده ما كانش هيحصل لو انتوا علاقتكم مش حلو على فكرة احنا ما تكلمناش على قصة دي بس لما بقول البيئة المناسبة لما بتكلم على الجو اللي بيتيح للمبدعين هما يبدعوا لو في افراد الاسرة فلازم العلاقة تكون بين الاب والام علاقة قوية وعلاقة فيها تفاهم انا عاوز بس اقول يعني لكل اللي بيشاهدنا الموضوع مصعب يعني الاهتمام دوت مصعب ده هو بس ما يزرعه الانسان اياه يحصد يعني مش هيحط مش هيزرع بطيخ يطلع خيار لازم هيطلع بطيخ زرع عينب هيطلع عينب بس الموضوع مصعب سهل جدا وده الكلام ده موجه مثلا للأباء اللي عندهم أكفر لسه صغيرين اهتمام وتنصيق وتركيز هيطلع نتيجة حلوة مش عاوزة كلام يعني في بيزار هتطلع سمار دي على طول روتس يبقى لها فروتس على طول روتس يبقى لها فروتس ماشية بالعربي برضو سمار لها بيزار فالموضوع مش لازم نكون مميزين جدا ومجهود غير عادي عشان نوصل للنتائج دي أنا يعني بالعكس أنا ندمت إن كان شيء من الاهتقاء احنا رغم كل ده فيه أخطاء كتير وفيه حاجات ما زبطناهاش كتير مع بعض ومع ذلك النتيجة كده ايه اذا ممكن الواحد يحقق أحسن من كده كمان لو رجع بنا الزمن يعني لكن اللي لسه بقى اللي عندهم أطفال لسه صغيرين سهل جدا ينصك ويركز يطلع حاجة حلوة بنشكرك أستاذ هاني نجيب الله يفلي بنشكرك أستاذ إيفون فاوزي بشكر ماريا شك خاص جدا بشكر بافلي طبعا أستاذ مشاهدين بنشكركم على متابعتكم وإلى اللقاء في نفس المعاد وحلقة ديدة إن شاء الله من بيت العيلة شكرا وإلى اللقاء شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر